باشرت قيادة عمليات سامراء بتكثيف اجراءاتها واغلاق الطرق الرئيسة مع انتشار واسع لقطاعاتها العسكرية لمنع حدوث الخروقات في الاسواق الرئيسة للمدينة او قريبا من الاماكن المقدسة اعداد خطة من قبل قيادة عمليات سامراء المتمثلة بالمقر المسيطر وهناك وهدات تابعة للمقر المسيطر هي مقراكز الشرطة كافة وفوج سادس طوارئ صلاح الدين وفوج اول شرطة تحادية لواص فاطعش واخوان من السراية السلام والحشت الشعب البطل الحفاظ على المواطنين وسلامة المواطنين في هذه المناسبة نحمي المواطن من اي اعتداء او اي مشكلة او اي حالات سرقة او حالات عبث من بعض الشباب الطعش مدينة سامراء التي تبدو مستقرة تماما شهدت استقبال الكثير من نازحي الفلوجة وصلاح الدين وتبدو اوضاعهم المعيشية بائسة للغاية ولا تسمح بالتبضع بمناسبة العيد فعمليات العنف افقدتهم مصادر الرزق واغلب الممتلكات ابي اعكليني اسوالا مفلوس حتى اشتري الملابس لاخوتي ملابس ما العيد مهجريني وما عدنا ناس دحق جاعي يشتريني دوم ما احنا عمو فاين عظنا مهجرين وما عدنا ابو يا عال عمو الله يرحمه ميت ورادة ودنو ما ديت الطوبة سوي عملية ما كم كاني قاعدة سبيط طين قاعدة ببيط طين انا ولدي متنا من الحر طقين حتى طولت ما بيان يشهد الله والحبيب محمد ولكي لا يشعر الايتام والنازحون بالاسى خلال العيد بسبب ظنك العيش فقد اتفق اغلب اصحاب المحال بمدينة سامراء على تخصيص ملابس وهدايا توزع مجانا او باسعار رمزية بالنسبة الى محلاتنا في حي الشرطة والعرموشية اتفقنا على ان نعطي للمهجرين واليتامة ملابس مجانا والمهجرين ساعدناهم اسبوعيا واسجلنا اسماءهم ووزعناهم وايضا وزعنا الى بيوت المهجرين الموجودين في سامراء قادر العنبقي الحراء